سنة 1990 وتحديدا في شهر يناير دخل شحاتة على مراته وقال لها أنا خلاص نويت أسافر ليه يا شحاتة دحنا معانا ثلاث عيال قال لها يا أمين علشان خاطر العيال أنا لازم أسافر سافر شحاتة في شهر يناير سنة 1990 ست سبع شهور بالضبط وحصل الغزو العراقي الكويتي شهر في اتنين اختفى شحاتة والقرشين اللي كان بيبعتهم كل شهرين ولا تلاتة لعياله انقطعوا وانقطعت أخباره تماما الله أعلم إيه حصل له ساب الست أمينة مع عيالها التلاتة بنتها الكبيرة مروة بنتها التانية عزة ابنها التالت جمال قررت أمينة إن هي تعتمد على نفسها من بعد ما إخوتها بدأوا يتضرروا وقالوا لها خلاص الراجل راح ودخل له على سنة إيه اللي مقعادك ما تروحي تتجوزي وتشوفي حالك بدأت تحاول تعتمد على نفسها تروح تجيب شوية خضروات تبعهم تروح تجيب شوية فكهة تبعهم لغاية مولاد الحلال وفروا لها وظيفة بسيطة جدا وهي عاملة نظافة في مدرسة أمينة ما كملتش تعلمها أو تقدروا تقولوا إن هي ما تعلمتش من الأساس لأنه كام شهر في المدرسة وأهلها طلعوها بسبب كترة إخوتها وبسبب الظروف المادية وبسبب ثقافة الناس في الوقت ده بدأت تعتمد على نفسها وعيالها يكبروا يوم بعد يوم لغاية ما كانت تاخدهم معاها وهي رايحة المدرسة هي عاملة نظافة وولادها قاعدين منورين في وسط زميلهم عمرها في يوم من الأيام ما تكسفت من شغلها ربت عيالها على إنهم ما يتكسفوش من شغل أمهم اللي كانت بتنظف الحمامات وتنظف الفصول وتروح تجيب طلبات المدرسين كمان استغلت فرصة إن ولادها بيتعلموا وإنها موجودة في المدرسة وبدأت تقدم في فصول محو الأمية وبدأت تاخد شهادة وبدأت تكمل دراستها كانت أمينة تقوم تفطر العيال وتوديهم لغاية المدرسة وترجع معاهم وتقعد تطبخ لهم لومة وكلهم يعودوا يذكروا مع بعض هل تقعد في البيت تعتمد على الفلوس الأليلة اللي بتجيلها من المدرسة؟ لا دا استغلت سطوح البيت وبدأت تربي طيور بدأت تبيع البيض وبدأت الطيور تكتر وبدأت ترقى تفراخ وترقى تضط لغاية ما الحال مشي بدأت تاخد منطقة قريبة من البيت بتاعهم وتلف حواليها صور وتربي فيها طيور العيال كبروا العيال بقوا في سنوة والطيور كتروا وبقت أمينة بدل ما بتعتمد على القرشين اللي جاين لها من الوظيفة لا بدأ يبقى عندها مزرعة صغيرة والمزرعة تكبر لغاية ما الزرع اللي زرعته أمينة نور والصمرة كانت رائعة لأنه بناتها الاتنين واحدة دخلت طب بشري واحدة دخلت صيدلة كملوا مشوارهم في كلية الطب لحقهم ابنها جمال ودخل كلية طب بطري هو كمان بعد ما تخرجوا العيال من المدرسة كانت مزرعة الست أمينة عملة أحلى شغل في المنطقة وكان عندها بدل المزرعة مزرعة وفدان أرض من شغلها في المزرعة خلصت البنت الكبيرة وتعينت خلصت البنت التانية واشتغلت في صيدلية جمال خلص طب بطري وبدل ما يروح يتعين لا راح راعة مزرعة أمه اللي بقت بعد كده بسم الله ما شاء الله ولا أحلى شغل خلال المشوار الست أمينة اتحطت فيه اختبارات صعبة جدا سواء في شغلها سواء في التحديات اللي عاشتها من سخرية البعض منها من التحرش اللي كان بيجي لها من بعض الناس ضعاف النفوس ومرضى القلوب من اللي كانوا بيشتغلوا في المكان اللي هي كانت بتشتغل فيه كمان اتقدم للست أمينة أكتر من عريس منهم أخو جزهة الصغير اللي لما جزها سافر كان هو لسه طفل ولما كبر قال أنا أولى بولاد أخويا طبعا ما كانتش فدائية ولا حاجة ولكن كانت الست أمينة بدأ يجري في قديها القرش وكانت بتعتمد على نفسها لو راح تجوز واحدة تانية كان هيدفع شبكة ومهر ويجهز لأ البيه الصايع اللي ما كانش ولوه شغلانة كان عايز يروح يقعد مع أمينة في البيت ومن غير ما يدفع حاجة ويتجوز ويعمل فيها ريس على الأطفال الست أمينة قالت أنا النظرة في عين جمال بألف راجل ومش هدخل حد يتحكم ويمدي إيده على بناتي حتى لو كان عمهم يوم من الأيام كان بيزورهم الأخ ده وبعدين بيزعق على بنت منهم ويا كانت لسه في المرحلة الابتدائية قالت له قطع إيدك اللي حتتمد على بنت من بناتي دول ما يخصكش مش قلالات الأدب مش منحرفات أنا ربتهم كويس قوي وما فيش أي حد ليه الحق إنه يبص البنت من بناتي غيري أنا بس ويومها مشي وبدأ يقطعها وكمان بدأ يحاربها في أكل عيشها وسبب لها مشاكل كتير جدا اتجوزت الدكتورة بروة من زميلها في الشغل طبيب محترم ابن ناس اتجوزت عزة جمال داخل على جواز خلاص عد على رحلة الست أمينة من يوم مشحى تسافر واختفى الله يرحمه طبعا لو كان توفي عد عليها 31 سنة وصلت ست أمينة لـ 52 سنة قعدة زي النوارة زي ما بيقولوا بالمصطلح الفلاحي وحواليها أحفادها بتقول كل تعب السنين بيهون علي لما بشوف عيال مروة وعيال عزة كل تعب السنين بيروح لما بشوف الدكتور جمال وهو داخل علي هو وخطبته وهم بيجهزوا شقتهم اللهم لك الحمد والشكر أتمنى أننا كنت أمينة على الأمانة اللي ربنا سبهالي ولسبهالي جوزي وراح أكيد كان غصب عنه غيابه أشكرك يا ستة أمينة ومهما قلت من كلام التحية والإحترام ما أقدرش أقول غير إنك مثال يحترم وقدوة أتمنى أنه كل الناس يتعلموا من قصتك معنى التضحية ربنا يبركلك فيهم في كل الدكاترة يا أم الدكاترة وربنا يديك العمر ويفرحك كمان بأولدهم أتمنى أننا كون أسعدتكم في القصة اللي مليانة إيجابيات النهاردة ومليانة تضحيات ولكن التضحيات ما رحتش هدر لأنه المولى سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله شكرا لكم وأشوفكم في الحلقة الجاية شكرا لكم